تقرير تاني عن نشاط في نقابة المهندسين اعتقد بيفتتح فرع نقيم المهندسين المهندس النبراوي بيفتح معها التدريب وانا مبسوط ان نقابة المهندسين بتاريت تتفاعل لان الحقيقة كانت تجميد نقابة المهندسين لسنوات طويلة الحقيقة جدا كان شيء سيء لان دي نقابة من نقابات العريقة والمهمة فعندنا تقرير عن نشاط بيقول انها بتاريت تعود للحياة مرة اخرى شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا افتتحت احدث معمل متكامل ومتخصص في هندسة الكهرباء والتحكم بمقر نقابة المهندسين لتدريب المهندسين المصريين على احدث التطبيقات في مجالات الهندسة الكهربائية وادارة الطاقة والتحكم في المباني الذكية بحضور كل من الرئيس الاقليمي لشركة شنايدر مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي ونقيب المهندسين ورئيس قطاع تطوير الحلول الهندسية والتدريب في شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا سياسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الحالي وهي الاهتمام بقضية تدريب المهندسين بشكل عام وهذه الفكرة طبعا موجودة وتمت عبر برنامج طويل تم على مدى السنوات الماضية في إتاحة فرص التدريب بشكل كبير وواسع وعريض لكل شباب بأكبر عدد لشباب المهندسين أتشينو معمل شنايدر إلكتريك مصر يأتي في إطار التزام الشركة العالمية بالمساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد المصرية ونشر المعرفة الخاصة بأحدث أنظمة إدارة الطاقة وتقديم باقة من أفضل الحلول لترشيد الاستخدام والسلامة الكهربائية في إطار خطة النقابة إنها بتشتغل في ثلاث محاور وإحنا علناها من أول يوم محور خاص بالمهندس والخدمات التي تقدم له ومحور خاص بمهنة الهندسة ومحور خاص بدور مجتمعي تقوم بنقابة المهندسين الحقيقة إحنا كلجنة شباب وتحركنا الدائم مع شباب المهندسين لمسنا الحقيقة احتياج شباب المهندسين للتدريب خصوصا أنه يخرج من الجامعة عنده معلومات نظرية لكن تحتاج إلى سقل المهارات العملية بتاعته يذكر أن افتتاح المعمل يأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شنايدر إلكتريك مصر ونقابة المهندسين العام الماضي والذي سوف يمكن نقابة المهندسين من عقد سلسلة من الدورات التدريبية للمهندسين بمقر النقابة إضافة جديدة تهديها نقابة المهندسين من خلال افتتاح معمل شنايدر مصر والذي سيعمل بشكل مباشر في رفع كفاءة المهندسين المصريين عمر عبد الحميد الحاليوم اشتركوا في القناة